بدأت محافظة الوادي الجديد في استخدام تقنية العلاج عن بعد في 11 وحدة صحية ومستشفيات عامة بقرى ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويأتي ذلك بالتعاون مع أكثر من 30 جامعة مصرية ومن خلال أطباء متخصصين في كافة الأمراض خاصة الأمراض الزات التخصص النادر حيث يتم خلال وحدة العلاج عن بعد توفير العلاج للحالات المرضية برنامج العلاج عن بعد ده برنامج بيتم بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات والمحافظة وده عبارة عن 11 وحدة علاج وتسخيص عن بعد مستكنين عندنا في المستشفيات وفي الوحاة الصحية في القرى اللي هي محتاجة خدمة صحية معينة ال11 وحدة عندنا شغالين بصورة منتظمة وبيتم الربط بينهم وبين ما يقرب من 33 مستشفى جامعي وتعليمي الهدف منها إن احنا لو في مريض محتاج عرض معين لمرض معين في تخصص معين على استشاري أو أخصائي بيتم العرض عليه عن طريق طبيب الوحدة أو الأخصائي اللي موجود في المستشفى الكشف عن بعد ده من أهم المبادرات الرئيسية وأنا بعتبرها أهم مبادرة لأن الودي جيد محافظة نائية وفيها بعض نقص في بعض التخصصات العلاج عن بعد السد العجز في نقص التخصصات بدأت المبادرة في نهاية 2019 تم الكشف على 168 حالة وتوقف العمل في 2020 وفي نهاية 2021 تم الكشف على 192 حالة وفي سنة 2022 تم الكشف على 1524 حالة ترجمة نانسي قنقر